أعدت من 2013 إلى 2014 بالزبط صحيح؟ بالصحيح كبير بعد 2014 بقى روحت فين؟ أنا بعد 2014 عملت تحليل كتير عندي علاقات كويسة مع بغوسيا دورتموند بعتوني وأنا شغل في فولسبوك في الكاس العالم 2013 في التركيا كان تحت العشرين وفي البطولة دي كانت مصر موجودة في تركيا وكانوا هم حطين عينهم على اللعيب اسمه جمعة اللي بي لعب دلوقتي في الأهلي الراح سيراميكا صالح جمعة؟ أيو صالح جمعة بذضط صالح جمعة دورتموند؟ كان دورتمود في الوقت دوان خطين عينهم عليهم على صالح جمعة أيوة بالزبط وقالوا لي عشان أنا مصري روح بص وقول لنا وعيننا تقرير على صالح جمعة روحنا تفرجنا على بطولة كايس العالم هم لعبوا ضد شيله لا أنت بتقول لنا أخبار جديدة لعبوا ضد شيلة ولعبوا ضد العراق ولعبوا ضد أمريكا، كانوا عندهم ثلاث موتوشا ولكن كان الفريق كابتن ربيع يسين ماسكو ولكن هم طلعوا في الفرس راوند وكان الفريق المصري كان محظوظ وكانش في البطولة دي جامد قوي وصالح جمعه الأسف ما جابش فانتدت لهم بقى تقرير مش بوزيتف عن صالح جمعه بالضبط، بالضبط، كانت ثعلا كدوان وهما اختاروا اللعيب تاني تمام، اختاروا مين بقى مكانوا سايتا؟ أخدوا واحد لعيب عراقي بس العراقي أخدوه وجربوه ولعب كام موتش بس معرفش يعني السيستم الألماني وكوة الألماني يمشي فيها في البوندسليجا طب انت أخدتنا النقطة مهمة جدا لما فريق مثلا في البوندسليجا الدوري الألماني بيبقى عايز لعيب الإجراءات بتاعت التعاقد يعني من أول ما بيحطوا عنهم على اللعيب لغاية لما يتم إتمام التعاقد المرحلة دي بيحصل فيها ايه؟ المرحلة دي بيبعثوك بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد. يعني على حسب لو فيه بطولة زي بكاس العالم ها؟ المرحلة دي ممكن يعني لو هو فعلا لعب بطولة جامدا قوي ممكن المرحلة دي تبيه قصيارة جدا لو هو طبعا في كاس العالم باين ولعب إنسة جامدا قوي بتختصر الوقت كبير لأنه بيلعب على لفل عالي على لفل عالي مع لعيبة كمان على لفل عالي ممكن الوقت يكون قصيار جدا يعني ممكن ك copsية قوي لو لعب هو البطولة وجاب يعني يعني يلعب كوائز قوي ممكن على طول ياخدوه الدولة بعد البطولة دا بس عامة هم بيعملوا سكاوتن بيفراجوا عليه أكتر من ثلاث أربع متشاف عشان ممكن يكون فيه متش هو يعني يوم مش أبريا نايم كويس دي حاجة طبيعية إحنا كلنا بشر يعني بيبعاتوا كشفين والكشفين دول بيبعوا إيه مش كشف واحد بياخدوا رأيه أربع كشفين يبصوا عليه أربع خمس مرات وبعدين يعملوا عليه تقرير يعملوا مدة معايشة على ألمانيا عشان كمان يشوف الجو في ألمانيا والسيستم في ألمانيا وهو منتل من دماغه يمشي في التيم ويمشي في الجو بتاع أوروبا ولا مشيش طب بيعرفوها إزاي دي كلام كتير يخلوه يعمل تمرين مع اللعيبة يخلوه يعمل احتكاك كتير قوي مع اللعيبة يعني بيغدوهم زي كامب بيغدوه مع لعيب معين بس ده بالنسبة لعيبة الصغارة لكن لو لعيب كبير مثلا مش هيجي يقوله تعالى عمل فترة معايشة طبعا طبعا دي يعرفها طبعا من اللاعب اللي هو بيجيبه في النتائج في الموتوشة اللي هو بيعملها دي يعني بيبعثوا كشفين ولو هم شايفينه هو على الوزيشن دوان محتاجينه بيجيبوه وبيتفعوا معاي ويعملوا معاي كونتراكت اشتركوا في القناة